يمكن أن يساعدك استهلاك العنب بكميات محدودة خلال فترة الحمل في تحسين نمط الحياة وصحة الحامل وصحة الجنين فهو يعود بالعديد من الفوائد التي تتمثل في الآتي يحتوي العنب على الكثير من العناصر الغذائية التي تمنع الإصابة بالأمراض أثناء الحمل فيساهم تناول العنب بكميات معتدلة في تعزيز ما يليه الفيتامينات مثل فيتامين كي وفيتامين سي حمض الفوليك مضادات الأكسادة الأحماض الدهنية البكتين يمكن أن تساهم العناصر الغذائية الموجودة في العنب في المساعدة على تحمل التغيرات البيولوجية التي تحصل أثناء الحمل كما يمكن أن تساعد الخواص المضادة للالتهابات الموجودة في العنب في التحكم بالتهاب المفاصل والربو الذي قد يدفاقم في الحمل كما قد تزيد القدرة المرتبة للعنب من رطوبة الرئتين وبالتالي يبعدك عن الإصابة بالربو يحتوي العنب على المغنيسيوم الذي قد يساعد في تخفيف التقلصات أثناء الحمل كما يعد من الفاكهة الغنية بالألياف الغذائية التي تعمل كملين الأمر الذي يساعد في التخفيف من حدة الإمساك شائع الحدوث أثناء الحمل كما يحتوي العنب الأحمر على مركبات الريسفراتول الذي قد تساعد في السيطرة على مستويات الكوليسترول أثناء الحمل استهلك العنب كفاكهة للأكل وتجنب تناوله كعصير فالعنب يفقد الألياف عند عصره كما يحتوي العنب على عنصر الحديد الذي قد يساعد في الحفاظ على مستوى جيد من الهيموجليبين قد يكون العنب صحيا للحوامل المصابات بفقر الدم ومن الجدير ذكره أن العنب الأحمر يحتوي على كمية حديد أكبر من أي نوع آخر من العنب كما يعد العنب من الأطعمة المفيدة ليس فقط للأمهات الحوامل بل أيضا للأجنة على المدى الطويل إذ يساعد التوازن الطبيعي للصديوم الموجود في العنب في تطوير الجهاز العصبي للجنين يمكن أن يساهم الفلاء فانول وغيتامين في العنب في تطوير بصر الطفل على المدى الطويل وقد يساعد العنب في تحسين الذاكرة والبصر ويمكن أن يحفز الدورة الدموية الدماغية لذلك ينصح بتناول العنب الطازق إذا كنت تعانين من الضعف العام والتعب والتوتر أثناء الحمل كما قد تساعد الأحماض العضوية الموجودة في العنب في من يتراكم البكتيريا في تكويف الفم كما أنها تدعم تكوين الكالسوم في قسمك